فيه أخطاء أندية عن أندية أنا أتكلم بأن يصبح الخطب في مباراة أو مباراة أو مرتين مقبولة الأخطاء لكن تصير باستمرار من الجولة الأولى إلى الجولة الخامسة يعني هنا ما يلفت الشارع الرياضي خلاف ذلك أنه نادي واحد قد يتصدر مثل الهلال ونادي آخر في مذيلة الدوري قد يتأخر عن سلم الدوري بسبة الأخطاء الأخطاء التي تصير طبعا نتيجة إصرار لجهة الحكام على استمرار الحكم على نفس الخطأ يعني ما يحدد في مباراة الاتفاق ثم يكلف الحكم الذي بعدها ثم تصير في مباراة الاتفاق للاتحاد ومباراة النصر ومباراة الأهلي مباراة الاتحاد ومباراة الأهلي والهلال الأخيرة هنا إصرار من لجهة الحكام استفزاز للشارع الرياضي الذي قاعد يصير أنا ما لوم لجنة الحكام بصدق ما تلوم الأستاذ عمر مهنة في سر على أيام القادمة حيتعرف ما هو السر الحقيقي في كثرة الأخطاء لأن الأستاذ عمر وأنا عرفه شخصيا يعني مجتهد لكن هل هناك أيدي خفية فيما يعمل في الدور السعودي لا بالعكس الضغوط موجودة الحكم القدير والجدير هم من يتغلب على تلك الضغوط في كل الأنحاء العالم في كل عمل أو في كل منظومة عمل فيه ضغوط يستفيد منها ما يستفيد ويؤثر منها من يؤثر فقد تكون هناك أيدي أنا أتكلم عن أيدي خفية فيه تأثير في الضغوط على اللي قاعدة تصير الحكام السعودية